لكن نرجع حق الاستجوابات الوزارة كان عندها الوقت الكافي لدراسة كل استجواب تحملها كل وزارة أنا دايماً أقول إحنا بحاجة إلى مستشارين أعمارهم من 18 إلى 28 من الشباب الصغار عطوهم الاستجوابات يدرسونها من البداية وخلي يسوون لكم معادلة مثل الألغوريثم أو طريقة تقنية الجديدة رح يدرسون كل وزارة وكل ما قدم لها الاستجوابات ويعطيك الخلل الوين مو علشان الحكومة التحاشى علشان تحله إذا الحكومة مصرة إنها ما تحل هذه القضايا الوزير يتحملها والوزير اللي وراه يتحملها تعيد الاستجوابات إذا فيه شيء نجحنا في إعادة تدويره فهو الاستجوابات قضية وزارة التربية التكيفات وصيانتها والمدارس تعاد مرة أخرى قضايا أيضا وزارة الدفاع أو غيرها تعاد مرة أخرى حتى القضية المطروحة اليوم قضية أمنية معينة طرحت بمنتصف التسعينات لماذا اخترت دكتورة هذه الفئة العمرية؟ أختار هذه الفئة لأننا نحن ينقصنا الفكر المتطور اللي يفكر بعكس متخذ القرار أنا كمتخذ قرار أبي المستشار يخالفني أنا ما بيهز راسة لما أطرح الفكرة ويقول لي ما شاء الله عليك يعني المهم معاشي يمشي لا أنا بيهي يقول لي أنا عندي طريقة أحسن وانتي ما تعرفينها وإحنا الشباب نقدر أنا أبي المستشارين يكونون من الفكر الشبابي المتطور لما أحط قيادي إذا ما أعطاني فكرة يديدة ما يصلح وهذا اللي اليوم الكثير من البحوث عن العملية التعليمية بالكويت كتبت على أساس قياس الفكر إذا كان جامد أم فكر تطويري المعلم بالصف إذا يعتقد أن اليوم لازم يكرر اللي يسوه اللي قبله ما يفيدني بس إذا شعر أنه عند التمكين من التطوير هذا اللي أستفيد منه وهذا الأمر أيضا لأعضاء البرلمان يعني لازم يأتون بما هو جديد يوميا لا ترتكز على قضايا قديمة